ما أريده منك كمتابع ليس مجرد المشاهدة وشكري في التعليقات أنا أعلم أنني أشتغل في صناعة المحتوى ولكن هناك سؤال يزعجني دوما هل بدأت أنت بالعمل وافتراس الفرص التي تظهر أمامك في كل يوم تستيقظ فيه من فراشك؟ أتعلم؟ عشت تجارب عديدة ومن خلالها استطعت النمو ولكن هناك واحدة من تجاربي قلبت جميع الموازين يوم أيقنت أن آراء الناس لا تعني شيئا كنت طيبا وودودا مع البشر جميعهم وكنت أعتقد أنني بذلك سأحظى بالاحترام والحب من جميعهم وفي نهاية المطاف تبين لي كم كنت معتها وضعيف الشخصية وإليك زدة الموضوع عندما تتبنى صفة الشراسة كأسلوب حياة ستحصل على ما تريد وأكثر ستكون محترما في أي مكان توجد فيه ثقتك بنفسك في أعلى مستوياتها لن تهتم بما يقوله الآخر في غيابك من النادر أن تواجه الفشل إن كنت شرسا في مواجهة مشاكلك الحياتية وأهم المفاتيح لاكتساب صفة الشراسة تنحصر في خمس نقاط أساسية أولا قتل الخوف بداخلك إن كنت تريد أن تصبح شرسا فقتل الخوف أول خطوة ستمر بها قتل خوفك من البشر وقتل خوفك من الفشل وقتل خوفك من الظروف والتغيير وقتل خوفك من الأعداء بعد موت الخوف بداخلك ستتحرر من القيود جميعها لن تصبح مهتما لكلام الناس لن تسعى لإرضاء الجميع ولن تواجه مشكلة في القيام بما تعتقد أنه صحيح خوفك من التعرض للرفض هو السبب الوحيد وراء عدم ثقتك بنفسك أمام الفتيات خوفك من التغيير هو السبب الوحيد وراء فشلك في التحقيق وبقائك على مستوى ضعيف خوفك من خوض تجارب جديدة هو السبب الوحيد وراء منظوراتك السطحية للحياة ولتتخلص من خوفك التافه اذهب نحوه دائما ولا تتهرب منه كالفأر ادفع نفسك باتجاهه أينما كان خوفك من الآخرين يختفي عند تواجدك بينهم دائما وخوفك من الفشل يختفي عند تعرضك له دائما وخوفك من الألم يختفي عند إحساسك به دائما ثانيا لا تترجع عن قراراتك إن اتخذت قرارا طبق قرارك في ترك الإباحية سيكون نهائيا حتى وإن راودتك فكرة الجنس لبقية حياتك قرارك في قطع علاقاتك بأصدقائك الفشل سيكون نهائيا حتى وإن أصبحت وحيدا لبقية حياتك قرارك في تحقيق أهدافك وأحلامك سيكون نهائيا حتى وإن كلفك الأمر أن تنام ساعتان معظم الأيام طوال حياتك فمعنى أن تكون شرسا أي أن تستيقظ جائعا للتفوق وصناعة المستحيل وتأكد أن إيجادك لأصعب الفرص في هذا الزمان يتطلب تسابقك مع الآخرين حافي القدمين فوق الأشواك والمسامير بل أصعب من ذلك وأعنف ثالثا لا تسمح لمشاعرك بالتحكم في مستقبلك فالمشاعر مؤقتة وغالبا ما تكون كاذبة إن شعرت في يوم من الأيام أنك لن تحقق نجاحا أبدا فشعورك كاذب لا تثق في مشاعرك أبدا بل ثق في عقلك المدبر للأشياء امنح عقلك السلطة على مشاعرك فأنت لست فتاة حساسة لكل المشاعر والأحاسيس قم بوضع حد لعاطفتك الزائدة ولا تمنح لها سبيلا لسيطرة على أهدافك رابعا اعطي قيمة لنفسك ولا تنتظر الحصول عليها من الآخرين أنت من تحدد قيمة لنفسك وتبا لتقييم البقية تمادى في تعزيز نفسك ويبقى رأي شخص ما فيك مجرد رأيه وليس بالضرورة أن يكون واقعك الحقيقي ولست بحاجة للتفصيل كثيرا في هذه النقطة أنت من تعطي قيمة لنفسك وليس الآخرين أنت من يجب عليك تقدير ذاتك خامسا وأخيرا كن مستعدا للأسوأ كن مستعدا للخيانة في أي لحظة وكن مستعدا لخسارة شيء أو فقدان حبيب كن مستعدا لحدوث شيء ليس داخل نطاق سيطرتك كالظروف على سبيل المثال سيجعلك ذلك تتعلم وضع الاحتمالات ومن ثم لن تتأثر بأي نتيجة تترتب عن تلك الخسارة ستصبح قويا من الجانب النفسي وعوض بقائك حزينا في مكانك تتدمر وتلقي باللوم على غيرك قف على قدميك مجددا وردد شخص مثلي لا يحتاج إلى أحد خوفي وحزني وكآبتي وضعفي مجرد أوهام تافهة لا تنسوا الاشتراك بالقناة لكم كل الحب والاحترام على دعمكم لن نقف هنا وما زال أمامنا الكثير سنصل لأقصى مستويات النجاح معا أراكم في مقطع آخر